فعليا لم يتعافى العالم بعد كليا من جائحة كورونا وما زال يناور أمام الفيروس باللقاحات والتطعيمات المعززة أي إن الفيروس موجود بيننا وبعبارة أخرى نكاد نتعايش مع وجوده وحتى مع متحورته لكن الصين والتي قيل قبل ثلاث سنوات إنها من نشرت الوباء من ووهان البؤرة الأولى للمرض فقد سئم أهلها من سياسة صفر كوفيد الصارمة وأخيرا رفعت تلك السياسة الصفرية الجاثمة على صدورهم في مطلع ديسمبر وباتوا وكأنهم استسلموا لانتشار الفيروس أو ربما قرروا مواجهته مهما كلف الأمر ومهما اكتظت المستشفيات بالمرضى حتى إن منظمة الصحة العالمية شكرت شفافية الصين حينما أعلنت أنها وبعد التخلي عن سياستها سجلت ستين ألف وفات خلال خمسة أسابيع كما رصدت إصابة نحو تسعمائة مليون شخص بالفيروس منذ الحادي عشر من يناير الجاري إذن نتحدث عن هذه الإصابات بالأرقام الصادمة والتي لم تمنع الصين من الاستعداد للاحتفال بعام الأرنب وفق التقويم الصيني وبات المواطنون يتهيأون لاستقبال السنة القمرية الجديدة احتفالات مبهجة تضيء المدن الصينية وكأن الوباء لم يعصف بها يوما فلا مكان للحزن بين هذه الألوان الزاهية وإن كانت العدوى ستتفش بينهم مجددا اختاروا المواجهة إذن كما هو حال ملايين الصينيين الذين استقلوا القطارات والطائرات من أجل السفر إلى قراهم لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة من دون فرض قيود صحية على المسافرين 1.4 مليار نسمة عدد هائل تقريبا مليار ونصف كلهم اجتمعوا على رفض القيود لكنهم سيدفعون الضريبة حتما خاصة إذا لم تكن الخطوة مدروسة بما فيه الكفاية فالهجرة الكبيرة للعمال من المدن إلى مسقط رأسهم لزيارة العائلات ستؤدي إلى انتشار العدوى في المناطق الريفية الأقل تجهيزا بالخدمات الطبية كالرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة